بالله استعرض لي وانا اليوم انا جاي بنال عصا يا عبد الرحمن الله يستر طيب شوف الهلال الان الاول الاهلي السد والنصر مشاركة في المركز الثالث بس شوف الهلال من يبيقابل بقابل الاستقلال والنصر بدون يبيقابل بقابل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم جميعا أهلا وسهلا بأفضل مقدم رياضي عبد الرحمن حياك الله عبد الرحمن اللايك 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 الله يسعدك عبد الرحمن طبعا نعتدر الجماهير الهلال امس وجماهير النادي الاهلي في تحليل مبارياتهم حصل مشكلة حقوق البث والنشر في ناس استانست اللي شاف المحتوى بدري يعني الى تقريبا قبل العصر ويجي نشط يلا الان اي حلقة تنزل تابع المحتوى بدري تابع المحتوى بدري وفعل والجرس لا حنا صراحا نواجه صعوبات قبل الناس كانت طالبها بالحالات الفنية القناة الناقلة تشطب الحقوق حنا قاعدين نحاول حل المشكلة في حلول بس انها صعبة شوي ما نقدر حنا نقول الحلول دي لان الناس اللي خلف الشاشة ما رح تفهم اللي قاعدين نقوله اتمنى ان الناس تعذرنا اذا كان فيه قصور اذا كان تأخرا المقطع شو طيب المقطع لان حين مقطع له له العين مش طوب فتمنى ان الناس تعذرنا وان شاء الله نحاول نجسي خصوصا بعد الهوية الجديدة تكتيك نحاول نحسن ولا هدف ان شاء الله ارضائكم اتمنى ان كل شخص يدعم هذا المحتوى سواء بتحويل هذا المحتوى سواء باللايك سواء بالكلمة الطيبة في التعليقات سواء انك تكتب بالتعليقات شيء ترى انحنا نرد عليك النخبة الاسيوية انا شوف انها صارتها بهوية سعودية او ثلاث فرق سعودية دعني الان باستعرض لك يا عاصم لاي استعرض لي وانا اليوم اليوم انا جاي بناء العصا يا عبد الرحمن طيب الهلال الان الاول الاهلي السد والنصر مشاركة في المركز الثالث بس شوف الهلال من يبيقابل استقلال والنصر يبيقابل تبادل نقاط في المتناول ان اشوفه للهلال والاهلي بقابل الشرطة مباراة النصر والعين رد اثار وهلال اخذ ثار والان يدر على النصر اني اخذ الثار أكيد بهذا الشكل النصر المتزن العين قوي العين قوي والنصر لا العين سيئ مركز الأخير شوف بالله يشوف العين ارزل تحت ارزل تحت العين لقبل النصر طيب شوف لي الهدفين الهدفين عبد الرحمن سالم طبعا الهاترك أمس رفع الرصيد سالم إلى أربع يعني كان عنده هدف شفيان رحيمي طبعا بسبب أهدافه يعني مباراة الهلاء والعين رفعت لاعبين في الأهداف طيب منزلي للصناعة الصناعة أيضا جواب كنسلو طبعا كلها عرضيات ما شاء الله ما لكم أشرف بين شرقي من الرياض رياض محرز وأنه رياض محرز عليه عتب جمهير الأهلي لكن حنا ندخل الآن في محتوى نادي النصر النصر الأهم خطف المباراة 1-0-2-0-1-0-0-0 إلى دقيق 90 تخطف مباراة أصلا مباراة كانت واضح أنها تكون فيها تنشيف ريك لأن الفرق الإيرانية لازم تفوز فيها فرق واحد نادي الأهلي قابل بريس بوليس في أرضه كم فاز؟ 1-0 صعب لله صعب المباراة الإيرانية نادي تنشفك لأن المباراة بدنية والفرق الإيرانية فرق تعرف تلك ترية رتمة المباراة تعرف أنها تخليك تطفش وتغير يعني الفرق الإيرانية ميزة الفرق الإيرانية أنه مدربينها مش عنديا تكتيكيا يبدل يخبط يبدل ومش همه النظام أهم شيء أن يقتلك في المباراة فالنصر يفوز بهذه النتيجة وكون أن المباراة أرض محايدة مباراة ممتازة أنك تخطف هذه النقاط وأنت جاي من مباراة الشباب وجاي من بعد فترة التوقف فنتيجة إيجابية للنصر عاصم الآن لما بدنا على الموسم أنت تذكر وضع نادي النصر كاسترو يمشي كاسترو يمشي وتدخل بعض المنصات كاسترو وإكس على الوجه يعني النصر النصروي ما يبونه ممتاز فهذه خلنا نقول الآن في الفترة الأخيرة بدأت تبان معالم نصر بيولي استلم بيولي نادي النصر في تحسن تكتيكي في تحسن ورح نتكلم فيها ندخل عبد الرحمن الآن الآن أنا ناس تتكلم عن جوة المباراة ندخل في جلس صلبة المباراة ندخل بسم الله طبعا كالعادي عبارة للبرنامجيش ننتجد هذا التحليل إلا في تكتيك بسم الله نبدأ ونقول اللي مائن قال يا سلام طيب المباراة فنيا المباراة بشكل عام لما تأخذها أول ربع ساعة نادي النصر عده صح بعدين كأنه فريق الاستقلال حسن من شكله حسن من شكله قرأ نادي النصر وحسن من شكله وكانت المباراة بعد الربع ساعة متكافئ وفيه أفضلية نسبية لنادي الاستقلال أول شي كيف دخل الفريقين لما نأخذ أول شي نادي الاستقلال لعب بأربعة خمسة واحد في أول المباراة بس مين أبرز لاعب في نادي الاستقلال مشاريبو لاعبي مشاريبو واللاعب سلفة قلب الدفاع الأصلة القوة الهجومية عند مشاريبو القوة الدفاعية والتنظيم عند هذا اللاعب إذا حديت هذا وحديت هذا ستفوت وقرأها بيولي شلون قرأها؟ شوي شوي عبد الرحمن إذا بقول لك شلون قرأها قفل وخلاص قرأينا شوي شوي حبة حبة طيب أربعة اثنين ثلاثة واحد للنصر محورين الخيبري وبروزوفيتش بعد عودة البروزوفيتش ومن أمامهم متافي وقالب واضح للنصر طبعا الأجنحة أنخلوا ساديوماني وكريستيانو المباراة لما أخذها في المباراة الماضية كان في عتب كبير على تاليسكا وزينة بيولي ما يعنت على طول وضع تاليسكا في دكة البودلاء كأنه شعار بيولي تلعب كويس تلعب تعطيني تكتيكيا ألعبك صح أنه في مرات في ضغط شوي بيولي مرات لعب تاليسكا بس مات ما كانت الحاجة للعب حيلعب وعطفا على قراءة المباراة نادي استقلول أو نادي استقلال يحتاج لاعبين يفتحون عرض الملعب بشكل أكبر طيب الآن لما تجيب اللاعب أنخلوا اللاعب تاليسكا ما تحتاج هذا وما تحتاج هذا؟ أنت تحتاجهم في كل المباراة إن النصر يبدأ فيهم بساد يوماني على الطرف الأيسر ونخيله على الطرف الأيسر ومتى ما كانت قراءة المباراة أنت تدخل البودلاء أنا أرى أن هذه أفضل النصر بدأ بهذا القالب الأفضل طبعا سلطان الغنام وموضوع الإصابة طبعا خلنا نأخذ شكل استقلول في الشكل الدفاعي عرض لي الحالة الدفاعية لنادي استقلول عبد الرحمن عشان نشرح في الدقيقة سبعة أبشرح كيف كان النادي استقلول وليش النصر كان جيد؟ طبعا نطلع فود نطلع فود الرسم التكتيكي للإستقلال نضغط عليها شوف الرباعي شوف الرباعي كان واقف على خط واحد لكن ركز لي على هذا اللاعب لا سلفة هذا اللاعب الأصلح اللاعب الأصلح هذا يراقب كريستيان ومتى ما تحرك أنا راقبه هذا اللاعب هو اللي منجح منظومة استقلال متى ما طلعت هذا اللاعب من الحالة الدفاعية أنت تقدر تسجل وفي لقطة سجل النصر راح نشرحها طيب الحالة الدفاعية شوف اللقطة الآن هذا الرباعي طبعا كان يلعب بالأربعة خمسة واحد كان المهاجم مهاجم صريح وصيب هذا اللاعب في الدقيقة سبعة وستبدل اللاعب دخل اللاعب محور تمام؟ كيف تحول نادي استقلال؟ تحول تقريبا إلى أربعة تقريبا نفس الشكل أربعة خمسة واحد واللي يلعب كلاعب مهاجم هو ما شاريبه هذه اللي بعد السبع دقائق ما تحسن شكل استقلال عرض لي في الدقيقة خمسة عشر كان فيه هاجمة لنادي النصر تبين مشكلة في الدقيقة خمسة عشر ايه هذه ايوه بس 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 وقف 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 مشاريبوف عفون كان لعب جناح نفس التوظيف أو عفون لعب محور ثالث من الدقيقة صفر إلى الدقيقة خمسة عشر مع إصابة اللاعب المهاجم ما تغير توظيف اللاعب مشاريبوف هو لعب محور ثالث ومرات يكون لعب جناح يعني مقيد بأدوار نفاعية يعني نقول من الدقيقة صفر إلى الدقيقة خمسة عشر اللاعب مشاريبوف مقيد بأدوار نفاعية شوفوا اللاعب مشاريبوف والمطالب اللي يركض مع نواف بوشل شوف طبعا الحالة نضاعي فلات لكن شوف نواف بوشل قدر أنه يتفوق على اللاعب مشاريبوف في كل لقطة لكن بعد الدقيقة خمسة عشر وبعد إصابة اللاعب المهاجم في الدقيقة سبعة تغير شكل نادي استقلال يلعب بثلاث قلوب دفاع وثلاث محوري صريح ومهاجمين والحرية الأكبر للعب مين؟ مين؟ مشاريبوف فتحسن شكل استقلال أعرض لي اللقطة اللي يتحسن فيها شكل الاستقلال أشوف مشاريبوف وين كان يوقف يوقف في عمق الملعب المصرح فنشوف طبعا هنا تحضر مشاريبوف تحرر مشاريبوف انه يتحرك هنا ويتحرك هنا ويتحرك هنا في كون انه المباراة جيم مفتوح طبعا بعد الدقيقة خمسة عشر أصبح الجيم مفتوح مش معنى جيم مفتوح؟ انه في انتشار لكل الفريقين هجمة هنا وهجمة هنا والجيم المفتوح وكون ان اللاعب متحرر مشاريبوف يتحبك إنه هو أفضل اللاعب فردي في استقلال فنشوف تععب اللاعب كثير عبدالله الخيبري ان شوف ان اللاعب الكثير يُستلم بين الخطوط ويستلم خلف محاور النصر تأخت مرة 물�تحرك من عنده مثلها وتتحرك العبدالله الخيبري فنشوف ان عبدالله الخويبري كان يلعبك شوف ان تكنicism الحالة هذه شوف عبدالله الخيبري شوف عبدالله الخيبري كيف تتوهن ليشม انت اللاعب اللاعب على طفقة في ذهرك انت كيف تترك هذا اللاعب؟ فهذا دليل ان اللاعب مشاري بوف تحرر بعد الدقيقة 16 وتحول الشكل الى 5-3-2 واللاعب مشاري بوف محرر بين الادوار دفاعية واللاعب هو اللي يقود الهجمات المباراة تستمر الى الشطة الثاني ما يقدر يتدخل بيولي دائما تدخل المدربين بين الشطين الشطة الثاني كم بدل بيولي تبديل رحمان لا تعرض لقطة وقفة الله يهديك والله بعذرنا يجينا حنى حقوق فتتخلي اللقطة بتلتشتر لا انا بك تتكلم واللقطة تتعرض فليستوعب المتابعة طيب ارجع للمحتوى لما اتكلم وناظرك ارجع للمحتوى تمام بس هذي خلف الكواليس طيب لا عادي يعملون عليهم طيب دقيقة بين الشطين كم بدل بيولي تبديل ثلاث تبديلات اول شي بدل سيمكان دخل لجامي وبدل عبدالله خيبري دخل علي الحسن وبدل مين تبديل الثالث بدل نواف بوشل بدل سالم النجري وناقل نواف بوشل للظاهير الايسر وصال سلطان الغنام كظاهير ايه ايه اول شي هدف لجامي عشان الضربات الرأسية في كل لقطة استقلال كتنظيم يوم بدأ بهذا التنظيم خلنا نقول استحوذ على رقع كبيرة في الملعب في الحالة الدفاعية فقرى المباراة يقول ما لي الا اسجل هدف من كرة عالية وفيه سوء تنظيم نقطة ضعف استقلال في الكرات الركنية كتنظيم ولينظمهم اصلا اذا كان هم عندهم سوء بس اللي يحسنهم في السوء هذا اللاعب رقم 55 سلفاء اذا قدرت تتجاوز هذا اللاعب حيسجل النصر تمام طب لما غير الاستقلال شكله الدفاعي اتعب الشي هذا سلفاء القيادية في التوجيه اكثر من الشوط الاول اي 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 اكيد اول شي اول شي تبديل سالم النجلي لأغراض بدنية وقلت ان هذا اللاعب عنده مشاكل على اللياق والبدنية فوضعت انت سلطان الغنام في الجهة اليمنى وهو اللاعب الافضل من نواف بوشل في عملية الانتشار وفتح رقعة الملعب يعني نقول انه سلطان الغنام فاتح اقصى طرف الملعب لانك انت تحتاج انتشار جيد في ظل الشكل الاستقلال اللي يفاجعك انت بنيت اسمائك في الشوط الاول على الشكل الاستقلال لكن استقلال جاو ضرب فادى اللاعب فغير الشكل فانت مضطر تتعامل مع شكل جديد واصلا يا عاصر ثلاث قلوب دفاع فانت كيف تفكك الدفاع تنتشد بشكل اكبر صح تبديل اللاعب سلطان الغنام عشان يكون الانتشار ممتاز فانا اضع اللاعب ساديوماني مع نواف بوشل وانخلو قريب من سلطان الغنام كريستيانو وتافيو وبروزوفيتش كثنائي محوري كثنائي محوري هدفهم تطوير الهجمة النصروية لانه خلاص استقلال في مناطقه ضغط منخفض هسلم لك الكورة قال داور الكورة لازم ارجع لانه كان اتافي وقريب من كريستيانو فاشو طلوه في مناطق جدا منخفضة فانا طلعه من منطقة عشان يكشفه رقعة الملعب فكان قريب من بروزوفيتش كثنائي محوري الثلاثي في الخلف لاجامي لابورد علي الحسن دور علي الحسن ما انتمان معه ما شاربوه ما انتمان على طول اعرضني لقطة بالله انا عشان اثبت لك لقطة توظيف علي الحسن شوف في لقطة انزل تحت انتشار النصر ودور علي الحسن شوف علي الحسن الجهة اللي يقف فيها مشاربوه ثلاثي طبعا هذا الثلاثي يتشكل على حسب حالة مشاربوه مشاربوه بالجهة هذه خلاص علي الحسن هو يكون اللعب الثالث مرات يتوسط يعني مرات تشوف لابورد لابورد لجامي علي الحسن ومرات تشوف عليه الحسن هنا مرات تشوف عليه الأهم ثلاثي في الخلف وثنائي محوري للتطوير الهجمة فهذا شكل النصر في عملية ما اثمر هذا الشكل كخطورة احتاج النصر الآن لتالسك احتاج السلاح التسديد انتشار مع تسديد انت الآن اختراقات بس ما فعلت هنا بالتسديد انت لما تخترق ممكن ترتد عليك كرة ثانية فتحتاج لاعب يقف هنا ويسدد تالسكو عرض اللقطة اللي سدد فيها تالسكو شوف حالة انتشار النصر عرض الهداء لا اطلافه سلاح النصر وحال انتشار ايوه لا ليس هذه اللقطة ايوه اضغط عليها هذه ايوه لا يا عبد الرحمن انتشار النصر ايوه شوف الثلاثة واقف في الخلف شوف الانتشار سلطان الغنام واقف هنا كريستيانو تالسكا بعد ما دخل استلم هذه الرفعة اللي حول القص خلاص انا منتشار بشكل جيد فاتح اقصى عرض الملعب مؤمن على مشاري بوت فتبديلات بيولي كان هدفها اولا حد خطورة الاستقلال استقلال وبعدها انا ابحث عن الهدف فنقوله بيولي فكر للجانبين هذا اللي كان يعيب كاسترو قبل كان يفكر في الجانب الهجومي فقط انت لازم تفكر في كل الجانبين فكانت التبديلات لحد خطورة استقلال وعشان انتشار بشكل جيد وفعلت التسديدات لكن الاهم والبيولي كان يبحث عنه الكرات الرأسية اعرض لي اللقطة الاولى الكرات الثابتة للنصر لا مش قول النصر سلاح النصر وحالة وقوف المدافع السلفاء ابيك توقف بس 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 وقف شوف حالة المدافع السلفاء دائما المدافع السلفاء ما ياخذ لعب شوف كل لعب في استقلال ما اخذ لعب صح في النصر طبعا الحالة الدفاعية للاستقلال مش مانتومان دفاع منطقة خلنا نقول اندافع بشكل زون انا نقدر عن مسار الكورة ما ااخذ لعب ف واذا كان في لعبين يبياخذون مانتومان اللعب السلفاء هو يقف على القائم الاول لان هو اللعب الطويل واللعب القائد فيكشف لك المباراة من بدري شوف في هذه اللقطة تخوق هذا اللعب شوف النصر كان قوي بس شوف 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 هو اللي طلع هذا صح فروح للهدف اللي سجلوا النصر قول النصر لاحظ وين كان يوقف في القائم الاول طبعا نقول الركنية هنا هو شوف وين واقف ما ياخذ لعب اه هذا سر من اسرار التحليل الفني وين اللي بيحلل زي كذا شوف الحالة الوقوف واقف الحاله في كل لقطة ركنية للنصر هو يوقف الحاله اذا طلعت وبرى اللعبة حتسجل شوف كيف النصر طلع وبرى اللعبة شوف شوف خلو نجيب الهدف من اول شيء شوف واقف ما اخذ اي لاعب كريستيانو هذه قراءة كريستيانو انا اخذ مسار الهواء قبله اذا اخذت طلعت وبرى اللعبة بعدين خلاص الباقي على اللاعبين الثانين ففي حتى الهدف النصراوي ففيه جملة انه لازم نسجل من تمريرتين من كرتين مش من كرة واحدة لان هذا اللاعب هو اللي من انتظم العملية الدفاعية فطلعت وبرى اللعبة سجل النصر اخذ بيولي اليابي حد من خطورة استقلال في وضع علي الحسن مان تومان مراقبة وثلاثي في الخلف انتشرت بشكل جيد ما في هذا الانتشار داخلت اللاعب يسدت والاهم من ديني اخطف كرة ثابتة وتكررت في ثلاث ركميات وخطط من ركنية واحدة فمبروك للنصر وقراءة جيدة من بيولي وكان عند بيولي الاهم حافظ على الشباكي واخطف هدف ثلاث نقاط هذا اللي كان مهم ما يهم ان يفوز ستة الهلال الامس وش اللي يفرق معه واخذ ثلاث نقاط فارق واحد فالاهم الثلاث نقاط وخلنا نقول الشباكي النظيفة لنادي النصر ألف مبروك لنادي النصر ايه هل نصر بيوري تغير انت سأل سؤال عام بعيدا عن المباراة اول شي بيولي دائما يهدف الى ترميم الماضي وليس تطوير الحاضر انه كان عندنا مشكلة في الحالة الدفاعية من كريستيانو الى الحارس ففي كل مباراة يتدخل على الجانب الدفاعي الى 11 العام بعدين انا افكر للجانب الهجوم فتحصل دائما النصر يهسم مباراة فرق واحد فرق واحد اهم شي يكسب الفوز اهم شي يكسب كاسترو كأنه لما يسجل هدف يبحث عن الثانب فكان يتوه دفاعية كاسترو لما يبدل في المباراة هدفه التدخل الهجومي ولا يضرب ألف حساب للجانب الدفاعي يعني انت مرات ابدل بس التبديل له ضريبة دفاعية هو ما كان عنده البصيرة انه يشوف انه هذا التبديل هيكشفلك مثلا مشكلة دفاعية لا المدير الرببيولي طبعا مو في كل الحالات لكنه دائما يضع الجانب الدفاعي في اول شي في التدخل اولاة الأمة بدل البنان من دوري الإيطالي يعني دوري دفاعي طبعا هو كان يستقبل هو كان يستقبل أهداف كثيرة بس انه اصلا هو جاي لفريق كان عنده المشكلة في جانب الدفاعي لما كان النصر جانب الدفاعي سيئ من العام الماضي كان يحقق مثلا بطولة الدوري لو كان يقدر يحققها يعني يظل عن فوان نادي اليلان فهو قاعد يرمم الماضي مش قاعد يطور الحاضر بس واذا كان تطوير الحاضر هو في خلال الأجنحة انت جنح تلتزم تكتكيا انا اعطيك دقائق في الملعب ما تلتزم انا حبدلك واذا احتجتك دخلتك وكأنه معطي الفرص للاعبين كل اللاعبين هيخذون فرص كأنه بيول يقول اللي يجتد اراح لعبه ما عندي اي شخص انا مع اي لاعب نشوف نواف بوشل ما كان ياخذ ولا دقيقة مع كاستر وشوفه الان هو اللاعب العنصر الاساسي في فترة الخيرة مع النصر كظهير سوان ينين ويسار وكان حل للنصر شوف هدفه ضد الحزمة في كأس الملك الحاسم اللي فاز فيها النصر وتأهد فنقول انه بيولي يقول كل اللاعب نصراوي اجتهت في التدريبات وعطني جانب ووعي تكتيج كحال عبت فنصر بيولي نصر مبشر وجيد على مستوى الشقين ومش حاد ومش قوي مش عنيف لكن متوازن وهذا اللي يهم النصر في هذه الفترة احصد احصد ومع الوقت حيبدأ المدر بيطور العناصر ويطور الجانب الهجومي بالجمل هذا بالنسبة لنصر بيولي عندك سؤال عبد الرحمن مسألك الان عن دائما حنا نشوف انخلو يشارك اكثر من وسلي اغلب الناس يقولون ممكن لانه انخلو مع تالسكا ووسلي مع ماني صح في المدر اللي ممكن يعطي ماني الفرصة الاكبر انه يلعب اكثر من تالسكا لانه جناح حقيقي ماني يا خبرة خلنا نقول وعي تكتيكي اكبر طبعا اللاعب وسلي عنده مشكلة في الوقوف في الحالة الدفعية ماني افضل ماني خدمت على مستوى الاتزام صح انه اللاعب عنده مشكلة في اللمسة الاخيرة بس على الجوانب الاخرى في الملعب هو افضل جناح في النصر انت تحتاج لاعب على جميع الاجنام انت ما تحتاج انت ما تحتاج سيارة بميزة واحدة خارقة انت تحتاج بميزة جيدة